سجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم في أبوظبي أعلى نمو في عدد النزلاء خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب بيانات صادرة عن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي واستقطبت فنادق الخمس نجوم مليون ومئة ألف نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري بحصة 46% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي والبالغ مليونين واربعمائة ألف نزيل وفي المقابل سجلت المنشآت الفندقية من فئة الشقق الفندقية أعلى متوسط إشغال في ستة أشهر بواقع 79% تليها الفنادق من فئة الأربع نجوم بواقع 73% ثم فنادق الخمس نجوم بواقع 67% يليها فنادق من فئة النجمة إلى الثلاث نجوم بواقع 66%